فاتوح هيجدد للزمالك ولا لا؟ في جلسة رايب جداً عشان الموضوع ده ينتهي في كلمة قالت هاجيب الموضوع على رواقه كده وفي نفس الوقت هختصر الكلام فاتوح ابتدى بالكلام انه عايز منوح انتعاقد 35 مليون 25 مليون جليه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ده مستحقات متأخرة ولا 25 مليون جديد جديد طبعاً الجلسة دي كانت مع احد المرشحين من رجال اعمال اللي موجودين متراشع على احد المناصب الهامة في الانتخابات المقبلة للزمالك اعدوا مجلس الدارة لا انا بحبش يعني نذكر اسماء في الانتخابات عشان لا لا بربع عليك لا انا بسألك مس اعدوا مجلس الدارة انا مش مرشح احنا اعدوا مجلس الدارة لا مش مرشح على ضوية ماش الجلسة دي كان فيها كلام ان الزمالك سواء الادارة السابقة او الناس المرشحين ما عنداش مشكلة في فكرة اجمال العقد اللي عايز الفتوح فتوح اجمال العقد الثلاث سنين اللي عايزه من الزمالك سبعين مليون جنيه ماش ففكرة الاجمال نفسه فده عادي عادي بالنسبة للزمالك شايف ان فتوح يستحق الرقم ده دلوقتي يتعمل له مثلا تقريبا ياخد في السنة 24 مليون جنيه يتعمل له 20 مليون ويتعمل له الباقي باند اعلانات ماش يعني الامور تقترب يا كريم يعني مش هيبقى فاهم مشاكل في السبعين يتعملوا ازاي في الترنت سنين ماش تعال هنعمل حملات اعلانية وفيه ناس متخصصة في المجال هتبقى موجودة في مجلس الادارة في التسويق ويبقى فيه ادارة تسويق كويستة في الزمالك فتعال هنعمل العقد مثلا 60 مليون و10 مليون اعلانات ماش فالاجمال نفسه معلوش مشكلة لكن من حظ التعاقد الناس شافيتها رقم كبير ده نص العقد بالزبط ففتوح قال والله انا عندي دين عايز اخلص منه عنده دين دين عايز اخلص منه وعندي ارتباطات مهمة وكان موجود كمان في الجلسة دي خالو هو اللي بيتكلم مفاوض بيتكلم بالنيابة عنه قالوا والله ده فيه واحد اتنين ثلاثة اربعة ومحتاج يدفع الفلوس دي خمسة و ثلاثين مليون جنيه لا مش الخمسة و ثلاثين مليون انا هكمل لك الباقي وبالاقام برده عشان نخلص القصة مرة واحدة فقال له ادي الارتباطات اللي عند فتوح واحد اتنين ثلاثة طيب نعمل جلسة تانية في وقت قريب الجلسة ما اتعملت فقعد فتوح من يومين مع كابتن عبو واحد سيد في النادي وفي وجود خالو فقال له كابتن عبو واحد انا عند الالتزام مالي لازم يسدد دلوقتي طب ايه يا فتوح قالوا طيب على الاقل انا اتخصم مني السنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها نسبة المشارك طلحهم هم انا مش عارف تخصم مني ليه طلحهم لدول يعملوا حوالي اثنين ونص ثلاثة مليون جنيه هتديني الاثنين ونص ثلاثة مليون اسدد اللي عندي وخلص مواضيعي وانا رايحك مني ووقتي ما يجي مجلس جديد نقعد ونجدد ممتاز دي الحكاية كابتن عبو واحد قال له لأ يعني طالما محتاج فلوس وهتاخد فلوس يبقى نقعد ونجدد ما نستناش المجلس الجديد عشان نجدد فمين اللي كان قاعد معاك وتفاوض معاك فلاي فحصل مكالمة معاك المكالمة دي اصفرت ان هو لأ احنا مش هندفع فلوس غير وانت بتجدد معانا من هنا ل هنا فتوح خاله قال طب احنا محتاجين خمسين مليون مش خمسة وثلاثين مش خمسة وثلاثين قد ما عاد قال له لأ الأرقام دي ما تقلتش في الجلسة اللي احنا عادنا فيها انت قلت كذا وانا حتى قلتلك بالبلدي هنقعد ونتخانق ونتكلم في الأرقام في قاعدة تانية ووقتها كانت جلسة مباقية لنحنا نقول ان فتوح ماكمل في الزمالك يعني هو دلوقتي اللي طلبوا فتوح اخر حاجة خمسين مليون جنيه مقدم طعام لا ما حصل جديد كمان حصل جديد ان فتوح يعني وجهات النظر اقتربت في الساعات الأخيرة بشكل كبير جدا حلو وما بقاش فيه فكرة ولا الخمسين مليون وممكن ينزل عن الخمسة وثلاثين مليون برقام قويس لان هو المكلمات اللي حصل اتقل له فتوح انت عايز تروح لأهلي اجابة فتوح لا انا مش عايزة روح لأهلي بس انا عندي التزان بس دي ببسوط فهيحصل جلسة قريب لان هو اتقل له كمان لو انت عايز تروح لأهلي مفيش مشكلة قول لنا الكلام ده ومن دلوقتي وان خلصوا الأمور والأمور تخلص ففتوح قال لا انا بالعكس انا عايز اكمل في الزمارك واستمر بس انا محتاج عندي مديونية محتاجها خلصة فمحتاج أمور تستقر فاتفقوا ان يحصل جلسة قريبة جدا جدا يا كريم جدا يحصل فيها اتفاق بقى اللي هو المالي هيتم اتفاق مالي هيتم التجديد ما تمش ما تمش هتبقى كل الأبواب مفتوح حالا